الركيزة الثالثة من ركائز العملية التعليمية هي المنهج المدرسي قلنا الركيزة الأولى هي المتعلم الركيزة الثانية المعلم نذكر الركيزة الثالثة هي المنهج المدرسي المقصود بعبارة المنهج المدرسي طيب المنهج المدرسي له تصورا في الواقع تصور قديم وتصور حديث التصور القديم هو ذلك التصور الذي يختزله في المقررات المدرسية فحسب أو المقررات الدراسية أي المواد التعليمية فلذلك هناك خطأ شائع حتى في لغتنا المتدولة تقول له أعطيني المنهج وأنت تقصد المقر فهذا أمر في خطأ لكن التعريف الحديث للمنهج أخرج المنهج من المقررات الدراسية ويجعله شاملا فهو يتضمن كل الخبرات التي يكتسبها التلاميذ تحت إشراف المدرسة والتوجيهها سواء أكان ذلك داخل المدرسة أو خارجها هذا نجده لدى مجاور والديب وهذا مصدر فإذن المنهج بالمعنى الحديث للكلمة هو كل العملية التعليمية تقريبا من جهة التخطيط والتنفيذ والتقويم لأنها عبارة عن كل الخبرات التي يكتسبها الطالب سواء مقررات دراسية سواء أنشطة سواء فعاليات سواء تعلميات سواء خبرات جديدة كل ذلك يدخل تحت إطار المنهج بل إنه هنا يمكن أن يكون هذا التعلم داخل المدرسة أو حتى خارج المدرسة المهم أن يكون تحت إشراف المدرسة يعني كل النشاط التعليمي يدخل في إطار المنهج هو أيضا المنهج في التعريف جميع أنواع النشاط التي يقوم بها التلميذ أو جميع الخبرات التي يمرون فيها تحت إشراف المدرسة وبتوجيه منها سواء كان ذلك داخل أبنية المدرسة أو خارجها لإبراهيم أورده دكتور صالح أبو عراد فنفس المعنى الذي تعرضنا إليه في الشهد الأول إذن المنهج الحديث شامل وأهم مكوناته الأهداف والمحتويات والأنشطة ووسائل التدريس وترق التقوية إذن ماذا تركنا في العملية التربوية؟ لا شيء إذن كل العملية التربوية من الأهداف من المحتويات من الأنشطة من الوسائل من طرق التقويم كلها تدخل هي عناصر المنهج المدرسي بالمعنى الحديث ما أهميت ووظيفة المنهج المدرسي في العملية التعليمية المنهج المدرسي يقوم بتنمية مختلف جوانب شخصية المتعلم باعتباره شامل لمجموع النشاطات التي يتلقها الطالب المنهج المدرسي يهدف إلى تكامل النمو فهو ليس فقط شامل وإنما متوازن لأنه يحاول أن يقدم كل المواد التربوية والأنشطة التربوية وينوّعها على نحو يحقق التوازن بين جوانب الشخصية وجوانب النمو في شخصية المتعلم المنهج أيضا يقوم على احترام الفروق الفردية وهذا هو المنهج المتطور والمعاصر والمنهج الحديث هو المنهج الذي لكل فرد فيه حظ يعني مهما كانت مستويات ذكائها ومهما كانت فروقه الفردية المنهج المعاصر يقوم أيضا على هدف أساسي وهو سعادة الطالب لأن سعادة الطالب في العلوم التربوية المعاصرة هي الغاية القصوة والعزيزة التي تنشدها التربية المعاصرة إذن المنهج هو الركيزة المهمة الثالثة للعملية التعليمية إضافة إلى المتعلم والمعلم اشتركوا في القناة